أبو خميس من السعودية يقول كنا نصلي المغرب في الاستراحة وانتهينا وبعد صلاة المغرب جاء أحد زملائنا لوحدة اللي يصلي للمغرب قام واحد تطوع جزاء الله خير صلى معه يقول صلى معه ركعتين بس ولما قام صاحبي يكمل ركعة ثالثة لصلاة المغرب وجلس وجاب التحيات سلم معه يقول اختلفنا بعد ذلك ما هو الفعل الصحيح في مثل هذه الحالة أبو خميس بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يصلي مع من جاء متأخرا وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فاتته صلاة الجماعة فقال من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا فقام الرجل فقال أنا يا رسول الله فصلى معه حتى ينال أجر الجماعة وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده فإذا صلى شخص آخر وتطوع وتبرع فيكون الأجر للجميع هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لصلاة المغرب تحديدا صلاة المغرب تحديدا هل يصلي الإنسان مع من يصلي الفرض وله سنة ثلاث ركعات أم يكملها أربع ركعات أم يجلس في التشهد الأول مثلا من أهل العلم من قال بأنه لا يصلي معه ثلاث ركعات لماذا؟ قالوا لأن هذه تكون وترا بالنسبة له لأن يصلي السنة والوتر ما يكون إلا بعد صلاة العشاء ما يكون إلا بعد صلاة العشاء ولذلك منعوا أو جوزوا ويقولوا يقوم يأتي بالرابعة لأنه سنة الراجح يا أخي الفاضل القول الثاني بأنه يصلي معه ثلاث ركعات ولا حرج ما لا علاقة بالوتر لأن نيته أن يقوم مع هذا الرجل وأن يصلي معه وأن يتبرع له وأن يتصدق عليه فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لو صل معه ثلاث ركعات لا حرج في ذلك وهذا ينسحب على بقية الصلاة حتى صلاة العصر الإنسان ما يصلي بعد العصر نفل لكن يجوز له أن يتصدق على شخص لوحدي فيصلي معه فتكون له نافلة ولذلك أخي الفاضل كان الذي ينبغي على هذا الأخ أنه ما جلس كمل معه وسلم معه ويكون قد نال أجر الجماعة